حديات الشهر الأول في رحلة الشفاء للعامري فاروق بعد شهر من دخوله لعناية المركزة يظل العامري فاروق نائب رئيس الأهلي في حالة صحية حرجة بعد تعرضه لنزيف في المخخ تباينت مشاعر الملايين الذين يتابعون تطورات حالته حيث يترقبون دفارة الصبر أخبار تحسنه المصادر داخل النادي الأهلي أشارت إلى تحسن بسيط واستقرار أكبر في حالته مما يصير التفائل بتحسنه خلال الأيام الآدمة يظهر الأمل في عودة العامري فاروق للحياة الطبيعية خاصة وأنه كان كيزة في أطاع كرس السليب النادي في رستة إنسانية مؤثرة قام لعب كرس السليب النادي بالاحتفال بتويجن بدوري المرتبط وسط غياب العامري فاروق طلبوا إنشأي أنزولان الأرض الملعب لاستلام الكأس نيابة عنه في لحظة تجسد التضامن والاحترام تجاه الشخص الغائب مع استمرار رحلة العامري فاروق نحو التعاصي يبقى الجميع فيه انتظار المستجدات والأخبار الإيجابية التي تتأم مع أمل الجمهير فيه رأي نائب رئيس القلعة الحمراء يعود إلى النشاط الرياضي ويشهد على إنجازات فرقاء المحبوبة تتواصل صرخات الدعاء وتضرع من قبل محب العامري فاروق حيث يجتمعون فيه الصلاة من أجل شفائه الكامل وعودته إلى الحياة اليومية يظهر الوصاء والحترام لشخصيته في تصرفات السرق الرياضية التي تواصلت كريمة حيث يظل اسمه محفورة بزين الجمهير الجسد لقطات التواصل الإنساني بين نعبي كرس السلة وشائق العامري فاروق الوحدة والتضامن في مواجهة الظروف الصعبة تعكس هذا للحظات قوة الروح الرياضية والوابط الإنسانية التي تتجاوز الميدان الرياضي في غياب العامري فاروق عن مراسم تتويج السريق تظهر الصور التذكارية التي تلتقطها مع اللعبين وشائق أو لحظات سريدة تعبر عن الصمود وتضامن في وجه التحديات بينما يواصل للعامري فاروق مسيرته نحو التعاصي يبقى الدعم النفسي والمعنوية من العائلة والأصدقاء والجمهير جزئان لا يتجزق من دحلته يحمل الجميع أمل كبيرا في عودته السريعة إلى حياته الروتينية ومشاركته في اللحظات الرياضية الهمة للنادي الأهلي ترجمة نانسي قنقر